أهلا بكم جديد في مال وأعمال ترأس الدكتور مصطفى مدبوري رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لللجنة العليا لإدارة أزمة بايروس كورونا وفي مستهل الاجتماع تم استعراض تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حذر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات والذي بدأ تطبيقه منذ السابع والعشرين من يونيو الماضي وأوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات التي سيتم العمل بها بداية من السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري تضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة وكذا الحدائق العامة والمتنزهات على أن يتم النظر بعد عيد الأطحى في إمكانية السماح بدخول خمسين بالمئة من الطاقة الاستيعابية وذلك للحدائق والمتنزهات والتي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول لسهولة التحكم في عدد المرتدين من خلال التذاكر التي سيتم طبعتها يوميا كما تضمنت القرارات السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية المولات في الساعة العاشرة مساء وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل المطاعم والكافيتريات والمقاهي مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية هذا إلى جانب استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالسينيمات والمسارح وهو اللي تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية وفيما يتعلق بصلاة عيد الأطحى فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى مع التكبيرات والخطبة وتتضمن القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصا فقط وبشرط أن لا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص كما تضمنت القرارات لاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى وذلك بدءا من مطلع شهر أكتوبر المقبل مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولا بأول ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا